يسعد أوقاتكم وأهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد من القناة فكرة وطبخة مع أم أحمد من وين ما كنتوا بتشوفوا القناة أهلا وسهلا فيكم وأهلا وسهلا بكل صبية جديدة انضمت للقناة في فيديو اليوم إن شاء الله رح أحضر معكم وصفة كعكة كثير مميزة تقدم باردة تناسب الأجواء الحارة كعكتنا لليوم ما بدها أي أدوات كهربائية وسيطة بالتحضير وسريعة رح أبدأ بتحضير هالكعكة بس قبل ما أبدأ اكتبوا المقادير حتى تجربوا الوصفة بنفس الطريقة استخدمت للوصفة هون حبتين بيد بدرجة حرارة المطبخ وضفت عليهم ضرف من الفانيلا البودر وممكن تستخدميه بالفانيلا السائلة استبدليه طبعا ربع ملعقة ضفت عليهم كوب من السكر ممكن تضيفي لحد كوبه ربع من السكر تخفقيهم بالخفقة اليدوية كثير منيح وبعد هيك ضفت لهم نصف كوب من الزيت النباتي مع كوب من الحليب الدافي استخدمت هون كوب المقاس الموحد لكل المواد بعد ما خفقتهم كثير منيح بديت بإضافة المواد الجافة فهي عبارة عن كوب من لطحين وضرف من البيكين بودر ورح أضيف عليهم ثلاث ملاعق من الككاو والبودر طبعا خام غير محلة بنخلهم كثير منيح حتى ما يضل عندي أي تكتلات للككاو ببدأ بخفق كل المواد الجافة بوزعها كثير منيح وبرضو هون مستخدماء الخفاقة اليدوية رح يطلع معك الخليط كثير مرين وهذا هو نجاح وهشاشة الكعكة هاي رح تحسوا أنه قوامها قريب للسائل أكثر من لسميك طبعا بنحاول نقلب الجوانب وأسفل الجات حتى نتأكد أنه ما في عنا أي تكتل للكحين ضايل من غير خفق طبعا هذا هو القوام اللي لازم نوصل له شايفين كيف؟ هلأ هون رح أحضر صنية الخبز استخدمت لها هي الصنية أكبر صنية مقاس من حجم البايريكس اللي هي 30 في 40 بعمل لها مسحة بسيطة من الزيت مع رشة من الكاكاو نفس اللي أنا استخدمته حتى لما نرفع القطعة من الأسفل ما يكون الكعب فيها أبيض طبعا بنزل كل الخليط فيها وبحركه وبطلع منه الهواء بدخلها على فرن محمى مسبقا على درجة حرارة 160 طبعا أثناء هاي الفترة رح أحضر لطبقة الكريمة هي عبارة عن سكر ضفت لها كل كوب من الحليب ملعقة من السكر أنا رح أستخدم أربع أكواب عندي أربع معالك من النشا وأربع معالك من السكر وضفت لهم ذرف فانيلا بقلبهم كثير منيح وبضيف عليهم لتر من الحليب اللي بيعادل أربع أكواب طبعا أثناء هاي الفترة على نار متوسطة ببدأ أقلب كل المكونات لتسمك عندنا طبعا ما بتأخذ أي وقت مجرد ما يسمك عندي الخليط بنزل عليه مكعبين من الزبدة ببدأ أقلبهم كثير منيح وهون إجا وقت إنه أضيف القشطة أي نوع قشطة بتستخدموها ضيف ومغلف كامل بنقلب كل المكونات مع بعض وهي هي السماكة اللي بنياها يعني ما تتركوها على الغاز أكثر حتى يسعب فردها يعني إحنا بنياها بهاي الطريقة وإن شاء الله بتسمك معكم وقت ما تبرد بتجمد وبتشكل طبقاء كثير منيحة هاي كعكتنا بعد ما طلعناها تقريبا أخذت ربع ساعة بالفرن مباشرة وهي ساخنة رح أبدأ أشربها بكوب من الحليب البارد طبعا الحليب هون ما ضفت له أي سكر أو أي إضافة لأنه أنا رح أكتفي بحلاوة طبقات اللي رح أضيفها عليها من الكريمة أو الكعكة ببدأ أوزع كل مقدار الحليب اللي عندي وشوفوا ما شاء الله بثواني بتتشرب كل الحليب تركتها على الأقل خمس دقائق وبعد هيك نزلت عليها كل كمية طبقة الكريمة اللي حضرناها شوفوا بكل سهولة بتتوزع هيك صارت جاهزة هلأ وهي ساخنة رح أبدأ أوزع عليها قطاع بسكوت استخدموا أي نوع بسكوت متوفر عندكم أنا هون استخدمت بسكوت اللوتس ممكن تستخدموا أي نوع بسكوت عندكم حتى الأوريو حتى أي نوع بتفضلوا آخر طبقة عندي هي عبارة عن مغلف من الكريم كراميل ضفت له ملعقة صغيرة من قهوة سريعة الدوبان أي نوع متوفر عندكم وبضيف عليهم كوب من الماء بتركهم لا يغلوا وبعد هيك ببدأ أن أزل الكريم كراميل على طبقة البسكوت بحاول أني أوزعها مثل ما أنتم شايفين بهاي الطريقة لأنه مثل ما بتعرفوا أنه الكريمة يدوب لسه ماسكة حالها فبدي أحافظ على شكل البسكوت ما يتفتت معي وتكون الطبقة موزعة بكل الصينية على نفس المستوى بحاول أوزعها بالتساوي لتغطي كل السطح شوفوا ما شاء الله هلأ رح تتغطى البسكوتة معنا ورح أدخلها على التلاجة طبعا هلأ رح أستنى عليها أتركها هون لتبرد على الأقل عشر دقائق ودخلها على التلاجة ممكن أقدمها بعد تقريبا أربع ساعات إذا بتحبوا برضو ليلة كاملة بالطعم بتشهي حرفيا حرفيا كعكة من أشهى وأرتب أنواع الكعكات اللي ممكن تقدموها موادها بسيطة متوفرة بكل مطبخ سهلة جدا ما احتجنا فيها الكريم شونتي ولا حليب مكثف ولا جبنة كريمية سهلة وبسيطة وسريعة يعني هو الشيء الوحيد اللي ممكن تستحضروه اللي هو الكريم كراميل حتى يعطيكم طبقة بسيطة على السطح كثير رح تعطي طعام مميز الكعكة هيك بعد تقريبا أربع ساعات كانت جاهزة منقسمها طبعا حسب حجم البسكوتة اللي عنا ما شاء الله رح تعطيكم مقاس عائلي شوفوا أنا الولاد عندي ما صبروا إنه أقدمها قطعت لهم منها القطعة عن جد خرافية الشكل والطبقات كثير مرتبة عن جد بتناسب هالأجواء الحارة طعمها منعش وبشهي جربوها وإن شاء الله إنها بتعجب ضيوفكم كلياتها بمواد متوفرة بمطبخك سهلة وبسيطة اتبعوا نفس الخطوات نفس الطريقة استفيدوا من كل جزئية كنا نحكي فيها التزموا بالمكونات والمقادير وإن شاء الله إنها بتطلع معكم ناجحة بهاي السورة إذا حسيتوا حالكم عجبتكم الفكرة ونويين تطبقوها ياريت تدعموا الفيديو ومشاركته مع أصدقائكم على مواقع التواصل وياريت التعليق عليه ولو بنقطة على اليوتيوب حتى يرتفع ويوصل لأكبر عدد من الصبايا ويستفيدوا منه وتوصل الفكرة وهذا هو دعمكم إلي اللي أنا بكبر فيه شكرا لكم على حسن المتابعة مني أنا أم أحمد من قناة فكرة وطبخة مع أم أحمد يسعد كل أوقاتكم إن شاء الله بتظل حياتكم حلوة وأيامكم وبتمدوا هاي الكعكات والأفراح والمناسبات شكرا لكم يعطيكم ألف عافية اشتركوا في القناة